موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام مهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أحداث وأصدار والذي نتناول فيه اليوم تدعيات العجمة الإرهابية التي شاهدتها فرنسا يوم أمس إذن لازلت المفاجآت تتتالى في فرنسا فمع احتدام الحملة الانتخابية التي تنتهي رسميا منتصفها ليلة الجمعة جد يوم أمس حادث إرهابي ضرب قلب العاصمة باريس مخلفا قتيلا وثلاثة جرحة حالة أحدهم خطيرة بحسب تصريحات مسؤولين أمنيين هذا الحادث جاء ليصب الزيتا على نار التجاذبات السياسية المجتعلة أصلا والتي تمحورت في جانب كبير منها حول الهوية والأمن والمهاجرين والإسلام الفرنسي ومسألة الاندماج عموما في هذه الحلقة سنحاول معرفة أسباب هذا الاستهداف المتزايد لفرنسا في السنوات الأخيرة وتحديدا تدعيات هذه العملية الإرهابية على الحملة الرئاسية وعلى مسلم فرنسا عموما في هذه الفترة الحساسة وأيضا مدى انعكاس هذا المعطى على حضوظ المترشحين الأربعة الأوفر حظا وبالتالي على نتائج الانتخابات التي ستتم دورتها الأولى هذا الأحد إذن لمناقشة هذه المواضيع يسعدنا بالحضور معنا هنا في الأستوديو السيد حسن الهواري عضو المجلس الشرعي الإسلامي بفرنسا أستاذ حسن أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا والسيد عبدالجواد البسليمي أستاذ بجامعة باريز عشرة ورئيس المركز المتوسط للدراسات التنموية أستاذ عبدالجواد أهلا وسهلا أهلا إذن لنبدأ من البداية أستاذ حسن ما الأسباب التي جعلت فرنسا هدفا لهذه العمليات الإرهابية المتتالية أستاذ أحمد الرحيم أولا نحن في المجلس الشرعي الإسلامي بفرنسا ندين مثل هذه الاحتداءات الجبانة من صحة التعبير واللا إنسانية يعني بإدانة إدانة شديدة ونتعاطف مع ذوي المفقودين وكذا الجرحى صلى الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء العجل والله تدعيات هذه الأمور تحتاج إلى وقفة حقيقة مع أهل السياسة في هذه البلاد فهذا الشاب الذي أقدم على هذا الفعل الإجرامي البارحة هو في الحقيقة الشاب المعروف لدى قبل عملية البارحة أستاذ يعني فرنسا شهدت في السنوات الأخيرة عديد العمليات الإرهابية نتذكر جميعنا حديثة الباتاكلون وحديثة نيس وحديثة شرلي إبدو ويعني عديد الحوادث الإرهابية حسب رأيك إلى ماذا يعود إلى ماذا تعود هذه الأسباب والله تعود أولا إلى لا شك أن المسائل كلها متداخل الآن يعني عالميا يعني فيما يتعلق بتدخلات فرنسا في يعني الدول يعني العربية وإشكالاتها وإعلانها الحرب ضد ما يسمى بداعش هذه كلها مؤشرات ومعطيات لا شك أن فرنسا هي واعية بهذا الخطر الذي هي أقحمت نفسها فيه فإرسالها لجنودها في كثير من الدول التي تحارب فيه الإرهاب من تبعات الحال المتعاطفين مع هؤلاء المجانين لا شك أنهم سينتقمون من فرنسا لم يبقوا مكتوف الأيد وهذا داعش يعني تعلنه في كثير من تصريحاتها أنها تنتقم لذلك في كل ما لحدة نجده مباشرة حتى قبل أن تغرب الشمس فتجد داعش هي تتبنى كل يعني الإرهابات التي تضرب الدول الغربي عموما ليس فرنسا فقط أستاذ عبدالجود هل أنت متفق مع هذا الرأي وتعيد هذه الأسباب إلى تدخل مثلا فرنسا في الساحل الإفريقي وفي إفريقيا الوسطى وربما في ليبيا ويعني في عديد المناطق ربما هذا خلق لها عدوات وجعلها يعني هدفا للإرهاب شكرا على استباهة قبل كل شيء لكن السبب الأول يبدو لي قبل أن نخرج إلى تدعيات الشرق الأوسط هو سبب يعني داخلي بالنسبة إلى فرنسا لماذا؟ لأن هناك عجز على أخذ مسألة الانحراف الشبابي في المجتمع الفرنسي بجدية وهذا بدأ يعني منذ عملية نيويورك نتذكر ما قاله يعني شراك عندما كان في الحكم وكل الطبقة السياسية الفرنسية قد أخذت حديثة نيويورك يعني بصيفة يعني غير جدية رغم أننا نبهنا كل الناس يعني في البحوث في الجامعات من خطر هذه الأشياء إذا حلت بفرنسا لماذا؟ لأنه لابد الاعتراض في المجتمع المسلم في فرنسا بأن هناك شباب ما أسميه أنا شخصيا وكل فريق الباحث الشباب الحائر شباب حائر لماذا حائر؟ يعني بيربليكس الشباب هذا يتبقى ضئيلة مع كل معناها الفرح أنها ليست تبقى يعني عامة لشباب المغاربي هذا نقص في التربية العائلية قبل كل شيء ربما سنعود إلى المسائل الداخلية هنا في فرنسا ولكن دعنا نناقش أولا يعني سياسة فرنسا الخارجية هل كانت لها دور ربما في جعلها هدفا لبعض الجماعات المتطرفة؟ بتبع هو هذا لها دور لكن دور غير مباشر يبدو لي لأن ليست فرنسا وحدها هي التي يعني تعتني بالإرهاب العالمي هناك روسيا هناك الولايات المتحدة الأمريكية وهناك حلف الأطلسي يعني هذه كما نعبر عنها هي شكشوكة شكشوكة خارجية لكن يبدو لي إذا أردنا نحن أن نحافظ عن الشباب المغاربي بكل يعني امتيازاته وأن يصبح فاعل في المجتمع الداخلي لابد من الاعتنابه من الناحية الإيجابية ومعنويا خاصة إذن هذا شيء يعني معروف لدى جميع الناس في فرنسا تتدخل في مالي في تونس في أي يعني لكن لابد أن نعتني ما دمنا نحن في فرنسا ولنا يعني مشاكل يعني يومية مع هذا الشباب لابد الاعتناب والتفكير يعني كيف نعينه على الانسهار نعم سنعود إلى الشباب الفرنسي ولكن أستاذ حسن يعني فرنسا تدخلت في عديد الدول الخارجية قد يكون هناك مؤخذات عليها وما إلى ذلك ولكن دورها في سوريا صراحة كان معتدلا جدا ودعت في عديد المرات إلى إيقاف الحرب وحاولت تمرير عديد القوانين في مجلس الأمن الدولي ولكنها جوبهت بفيتو روسي في كل مرة فالمسألة يعني فرنسا ربما في هذه القضية بالذات هي أقرب وربما يعني أصح من عديد حتى أدول العربية لا بتبعت الحال بالناحية المسائل السورية لأن السورية قد كادا يكون هناك شيء بإجماع فيما يتعق بسوريا باستثناء إيران وروسيا ولكن مشكلة فرنسا التي تستقبل الآن هذه الضربات التي كادت تعدل الآن تقريبا إذا حامل إحصائيات تقريبا في كل شهرين هناك ضربة من الضربات الأمر أراه جد متشابك وجد يعني مرتبط في أمور داخلية وخارجية في نفس الوقت فشباب فرنسا إلى حد الآن نحن دائما ندعو كل ما حدث ونصر الله سبحانه وتعالى لا يحدث ولا يتكرر نجد أن أغلب بل ربما كاد يكون مئة بالمئة من الشباب الذين يقدمون على مثل هذه الممارسات هم شباب اجتمع فيهم الفشل في جميع الجهات فشل الاجتماعي فشل الاقتصادي فشل تربوي كما أشار الأستاذ إذن فرنسا في حد ذاتها مسؤولة عن هؤلاء الشباب لأنهم أبناؤها يعني أنت ترى أن الإشكال هنا هو في منوال الاندماج الفرنسي الذي يعني ربما لم يستصقه المسلمون أو وجد صعوبة أو وجد المسلمون صعوبة في التأقل معه لا ليس بالعاكس المسلمون مندمجون بشكل جيد في فرنسا وخاصة القادمين منها ولكن الذين ولدوا في هذه البلاد فرنسا لم تعطيهم تلك الحماية التقافية الاجتماعية الاقتصادية كل هذه الأمور لم تعطي فرنسا لهؤلاء الشباب شيئا لذلك تجد انتقامهم أمر عندهم كأنهم ينتقمون من وضعيتهم الاجتماعية التي يعيشونها حتى أنه كدنا نرى في تصريحات بعض السياسيين خلال أسبوعين من التعبئة الانتخابية بعض التصريحات التي تدعو إلى الكراهية وتدعو إلى التعصب وتدعو إلى حتى كدنا أنا كنت أحدر من حرب الحضارات إذن هذا إشكال ينبغي لكل من أطياف الشعب الفرنسي وخاصة السياسيين منهم والجهة الأمنية أن يتعاملوا مع المشكلة ليس أمنيا وليس يعني ضرب الشعب بجزء من الشعب هل أنت متفاقوا أستاذ عبد الجواد بأن منوال الاندماج هنا لا يمثل خطرا ولا يمثل مشكلا وأن هذه أسباب تعود ربما إلى ظروف أخرى تعقيبا على ما علاقة فرنسا بسوريا قبل الحرب وقبل منذ 1998 كنت زرت سوريا يعني علاقة اليوم بين فرنسا بسوريا هي علاقة المحتل القديم لا ننسى هذا والسوريين هو شعب ذكي أشياء نتحدث عن الشعب ليس على السياسة أنه أنا مما جعلني يعني أتعجب أنهم يدرسون الفرنسية والإنجليزية مثلا بالعربية يعني هناك قوة وإيمان بالشخصية وبالتراث السوري أكثر من كل البلدان العربية الأخرى نرجع الآن إلى الاندماج أنا يبدو لي أن هناك فكرة يعني غالطة بالنسبة إلى السياسي الفرنسي عن الاندماج وأنا كتبت على شراك عندما يقول في 2003 لا بد للشاب الذي يريد أن يندمج في المجتمع الفرنسي أن يفقد نوعا ما من شخصيته وهذه الفكرة يعني هي تسود كل الطبقة الفرنسية بما فيها السياسيين لماذا؟ لأنه عندما نرى يعني المجتمع الإنجليزي أو الأمريكي لهم قبول أكثر يعني للثقافة المخالفة بالنسبة إلى فرنسا لا هم يتعاملون مع الإشكالية هذه بالحدثية والحدثية هي نظرية يعني إنجليزية بالقرن السابع عشر أنه عندما نقول الشيء هذا كيف أفهمه أنه نور قدفه الله في سبري ما عندوش يعني آليات لتقييم الاندماج فالاندماج بالنسبة لي هو الأخذ بديانة المسيحية هذه هي العقلية الفرنسية يعني أنت تقررنا أن هناك إشكال في الإندماج في فرنسا بالطبع أنا ما أسميه إذا كان هناك إندماج بدون انسهار يعني ثم فرق ثم عندك الانسيرسيون الانسيرسيون هي الانسهار يعني من نسبة فرنسا تدعو إلى الانسهار بالكامل في تحفاتها وفي حضارتها هذا هي الإشكالية هنا اللي هو مش موجود في البلدان الانجلوفونية الأخرى فمن لا يستطيع أن ينسهر مثل الشباب الضائع الشباب الحائر هدايا هو يصبح يعني لقمة سائغة لللوبيات التي تريد أن تستعملها ضد الإسلام وضد نفسه لماذا؟ لأن هذا الانسهار عنده أموال تدفع له من الداخل ومن الخارج والهدف هو تشويه صورة الذين نجحوا يعني الخوف اليوم هو متأتي من الزخم اللي عند شباب والحمد لله هناك شباب نجحين أحسن من الشباب يعني أصيل الفرنسي فهناك خوف أن يطغى هذا الشباب على المجتمع وتصبح له يعني طريقة وفعل في المجتمع طيب يعني هناك ربما إشكالات خارجية لفرنسا بتدخلها في بعض الدول هناك ربما إشكال هنا في الاندماج وما إلى ذلك طيب البارحة عملية في قلب الشونزيليزي أستاذ حسن كيف تقرأها من حيث الزمان والمكان والله من حيث الزمان والمكان حقيقة حينما ندرس تاريخ أو يعني ماضي هذا الشاب يكاد يخلط الأوراق لأنه أصلا هو لم يعبر على مقصده وهدفه في هذه العملية إنما جاء من مكان بعيد وله ماضي كان قد حكم عليه بأدين بخمسة عشر سنة من السجن محاولة اعتداء على رجال الأمن ومعروف لدى الجهات الأمنية هم الآن يحاولون أن يعطوه سبغة ذلك الإرهابي نعم دعنا فقط نتطرق إلى العملية في حد ذاتها من حيث زمانها جاءت بالأمس ثلاثة أيام فقط قبل نهاية الحملة الانتخابية والمكان هي شادة الشونزيليزي يعني ماذا تعني لك هذا؟ صحيح هذا تعني الشيء تعني أولا منك نقولنا تعني الفشل الأمني أولا رغم أننا نحن في حالة توارئ ويقع مثل هذا في قلب باريس ونحن في حالة توارئ نعم يعني حتى يفهم الجميع هي شادة الشونزيليزي فيها القصور رئاسية هي على بعد يعني مسافة قليلة من استفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومن وزارة الداخلية ووزارات يعني دول عديدة في هذه الجدة فالمسألة يعني مفيرة للإنتباه يعني هو الشارع الأكثر أمنا أصلا عندها فرزة هو شارع الشونزيليزي باعتبار ما يمثله في موقع فرنسا الأصل أن يكون الشارع الذي يعني ممكن نقول منطق الخضراء التي لا ينبغي أن يحدث فيه مثل ما حدث ولكن كما ذكر أستاذ هذا الشاب الذي له سوابق ومعروف يعني أنا حقيقة خلط للأوراق لماذا؟ لأنه أصلا ليس له يعني هدف إرهابي هذا إنما هو كان قال ووعد والانتقام من رجال الأمن انتقاما شخصيا ولكن هو سؤال عفوا يعني لماذا اختار الشونزيليزي؟ لماذا اختار الشونزيليزي؟ هذه أكثر منطقة مفروض أن تكون آمنة هي منطقة رمزية جدا هي وجه فرنسا في الخارج فلماذا اختار هذا المكان بذلك؟ هو يريد هو اختار هذا المنطق ليبين أنه يعني وصل في شجاعته إلى درجة أنه أصبح لا يهاب أحدا يعني هذا يبرهن على أنه قد تخطى يعني أهواجس الخوف إلى درجة أنه أعدى عمليته لوحده إلى حد الآن رجال الأمن لم يعني يثبت معه أحد من المعاونين إذن فالأمر يحتاج بالدقة إلى تفصيل طيب حسب مرشحة من لوسائل الإعلام في هنا شخص تدور حوله يعني شبهات كثيرة فمن يكون مرتكب هذا العملية؟ وما الهدف من ارتكابه لعمليته هذه في هذا الوقت بالذات؟ أستاذ عبد الجود يبدوني أن العملية مدروسة بدقة بدقة مخابرتية حسب رأيي أنه التوقيت والمكان ليست عفوية لماذا؟ كما قلت من السابق أن هناك لوبيات خفية تريد يعني الدفع بالمجتمع الفرنسي إلى التهلكة بإعطاء الفرصة يعني لليميين المتطرف أن يثبت يعني رأيه في الاقتراعات هذا الشاب كما قلت قد يكون مخدر لأنه مهما كانت الشجاعة ومهما كان الانتماء يعني يريد أن يبعد على نفسه شبهة المجرم لأن البشر لا يريد من يقول أنه مجرم فهو يضيفها إلى يعني عقيدة إن كانت الإسلام أو غير الإسلام وتأتي يعني من هناك يعني اعترافات من داعش وغيره وغيره فهذه الأشياء نحن لا نتحكم فيها يعني كمجتمع يعني من الناحية الشعورية فلنتذكر الفين وثناش يعني عملية ميراء في تولوز كيف يعني كل في كل الحملات الانتخابية في فيرانسا أصبحت عادة اليوم أنه قبل كل عملية نقوم بهجمة والهجمة هذه يعني ساعات بعد ذلك تأتي يعني داعش لتقول أنها هي من صنعها والعلم لله يعني قبل أن تتبنى داعش العملية فحسب عديد المعطيات والمعلومات الأمنية هنا فإن الشخص هذا يدعى كريم شرفي الذي ارتكب العملية هو إنسان مجرم وهو إنسان سارق وقد حاول سرقة سيارة سنة 2001 ثم بعد ذلك قام بعديد العمليات الإجرامية حكم عليه سنة 2005 بـ 25 سنة سجن ثم بعد السنة خفضت لـ 15 سنة سجنا قضاها جميعها في سجن وخرج يعني حديثا من السجن فالشخص يعني إلى حد الآن لا علاقة له لا بالإسلام ولا بالمسلمين بطبع بطبع لكن هذا هذا هو يعني فشل الحكومات أنا ما أسميها إن كانت مع هولوند أو مع ساركوزي قبله أنهم يعني وجدوا يعني الإجابة للإرهاب هي إجابة أمنية ومخابراتية نحن نتذكر فالس بعد الباتاكلون يعني نفقوا أموال نفقوا أموال يعني طائلة كي يجدوا من سيجابة الراديكالية للشباب ورأينا أن كل جمعية يعني فيها أناس لا علاقة لهم بذلك ولو كانوا من أصول مغاربية أخذوا أموال طائلة هم لم يذهبوا إلى المخابر لم يذهبوا إلى المغارب الذين يعني يعملون في الجامعات ويخالطون الشباب الفرنسي والمغارب يوميا بل فخوا أموال طائلة ثم أصبحت هناك مشاكل فيما بعد وهذه عمليات يعني تطرف حتى في فالس نفسه وكل من كان حوله يعني هناك حدثية في التعامل مع هذه الإشكالية والهدف منه الهدف الأصلي هو ضرب الإسلام والمسلمين طيب عفوا يعني أستاذ حسن هل تتفق مع هذا الرأي يعني بعد الضربة مباشرة كل التهم صبت على الإسلام والمسلمين وبأنه إسلامي وإرهابي وما إلى ذلك اليوم تقرج وسائل الإعلام لتقول بأن الشخص هو منحرف ولم تثبت له أي علاقة بالتدين وبالمسلمين يعني منذ قليل صدرت هذه المعلومات وأن يعني المسألة قد تكون وأنه مريض نفسي والمسألة هي شخصية بحتة وليس لها أي تنظيم أي علاقة ربما بالإسلام وبتنظيمات إسلامية في الخارج صحيح نحن نقول دائما هذا كل إلى حد الآن كل العمليات الإرهابية عناصرها لا علاقة لهم بالدين ولا بالتدين نحن نقول المأخرجون أن واحدا فقد كان يصلي في مسجد وعرف عنه علاقته بإمام أو له معرفة بالدين أو شيء من هذا القبيل ولكن مع كامل أسف يعني فشل السياسيين كما ذكر الأستاذ في فهم هذه الإشكالة تردوا فقط ورقة لكي يربحوا بها أصواتا ضدا على المسلمين ليضيفوا إلى المجتمع غليانه ويضربوا بعضه ببعض هذا وهذا إشكال لذلك تجد مع كامل الأسف حتى لم يتريت بعضهم خاصة يعني اليمين المتطرف واليمين هذا مباشرة أعلنوا على حزمة من الأمور والبرامج التي أضافوها وأكدوا بها برامج أنهم سيقفلوا هذه المؤسسات وسيرسلوا فلان إلى حاله إذن هذه الأمور كلها تدلها في نظري أنا على فشل سياسي لهؤلاء نعم يعني هو حتى تتوضح الرؤية للمشاهد يعني حتى حديثت منذ ثلاثة أو أربعة أيام الذين تم القبض عليهم في مارسيليا وكانوا يخططون حسب وسائل الإعلام للقيام بعملية تستهدف بعض السياسيين فهما يعني شخص اسمه محيدين والثاني اسمه كليمو الأول ثلاثين عاما وثاني ثلاثة وعشرون عاما هم ثرنسيون ولدوا وتربوا وترعوا في فرنسا ولكن الأدهى من ذلك والأمر إنهم تعارف في السجن في السجن ليل حيث قضي معنا فترة في السجن منذ سنة 2013 حتى 2015 بتهم الصرقة وتجارة المخدرات فالمسائل يعني لا أعرف أنا ما هذا الربط مع الإسلام يعني هل يكفي فقط أن يكون اسمه محيدين أو اسمه كليمو وعطنق الإسلام حسب ما يروج عطنق الإسلام سنة 2007 حتى نتهم جاليا لها ستة مليون شخص هنا هو عينهم على الإسلام فقط كما نقوله نحن بالمغربية ولو طارت معزة ولو طارت بالنسبة للسياسيين لذلك فيهم ذو المرآة الذين يعرفون أن نفعلوا تصريحات لا يخلطون فيها الأوراق ولكن هؤلاء يعرفوا أنهم لا برنامج اقتصادي لهم ولا برنامج تربوي ولا برنامج اجتماعي ولا برنامج يعالج مشكلة البطالة هم فقط يريدون أن يربحوا الأصوات لكي يجلس في مقعده في الإليزي هذا بأي ثمن طيب سؤال هنا أستاذ عبدالشواد يعني لماذا هذه السرعة البرقية في تبني داعش لهذه العملية الإرهابية حيث لأول مرة يعني بعد ثلاث ساعات فقط من القيام بهذه العملية فرنسا تبنت داعش العملية فما قراءتك لهذا التبني الذي لم يحدث في السابق أن تبنت هذه منظمة داعش عملية بهذه السرعة فهل الأمر يعني كانت مبرمجة أم أن التبني هو يعني هكذا بدون أي ربما خلفية وبدون أي شيء واقع على الأرض لا بالطبع يبدو لأنها العملية هي شبكة شبكة يعني تبدأ بألف وتنتهي فيها لهذا سبب قلت لك أنها مدروسة مدروسة من كل الجهات التوقيت ويعني العملية نفسها لماذا؟ لأن داعش كل الناس تعرف أنها يعني أخذت ضربات موجعة من طرف فرنسا إن كان في الموصل إن كان في الرقة يعني الآلات الحربية الفرنسية قد ضربتها ويعني هناك المخابرات الفرنسية التي تعمل يعني مع الخارج ومع الداخل يعني هناك مصالح وهذه المصالح يعني متشابكة ولها عدة أطراف فمن الداخل كما قلت منذ حين هو ضرب يعني هذه النظرة النظرة يعني الإسلامية العربية يعني لتكوين أمة يعني ولو صغيرة في المجتمع الفرنسي من الخارج هناك يعني علاقة فرنسا بسوريا نفسها وبداعش ثم أنا أريد أن يأتولي بالحجة يعني القاطعة أن داعش هي التي قالت أنها تتبنى ذلك والحال أن السيد هذا هو إنسان يعني بسيط إنسان مجرم كما قال الأستاذ أنه لا علاقة له يعني 15 سنة سجن ويعني ضرب لعون أمن في السابق الإشكالية هو يبدو لأنا من الداخل ثم هناك يعني شباب حائر كما قلت منذ قليل وقد روض هذا الشباب كما يروض بفلوف كلبه أنت تعرف أن بفلوف عندما روض الكلب جاء خمسة مرات مع النقوس واللحم أعطاه أن يأكل ثم فيما بعد جبد اللحم وأعطاه النقوس فسال لعابه هم كيف يعملون حسب يعني تقديري أنه يحضر هذا الشخص اللي يعرف اللي هو نفسانيا يعني مخبول يعطيه المال يعطيه الأوروات تكستيرا الشهر الأول الثاني الثالث ثم فيما بعد يجبد المال ويقوله إن فعلت هذا سأعطيك أو حتى هذه النظرية قد لا تكون طبقت على هذا الشخص فهذا الشخص يعني له أسبقية في الإجرام وما إلى ذلك ربما تصرف من تلقائي نفسي هكذا له ثأر مع أعوان الأمل لأنه وقضى سنوات كثيرة في السجن ثم كما يقال يعني هو له يعني ديتورب البسيكولوجيك يعني الثرابات نفسية هذه كهية بالطبع لأن الثراب البسيكولوجي النفسي يأتي يعني بسهولة لغسل أمخاخ هؤلاء المثاربين يعني إنسان معتدل أو إنسان يعني عادي لا نستطيع أن نغسل مخه لا بالمال ولا بغيره عندما يكون هو يعني ثابت طيب نتحدث الآن سياسيا أستاذ حسن يعني من عكسات هذه العملية هنا على سير الحملة الانتخابية الرئاسية في فرنسا التي هي الآن في أمطارها الأخيرة وفي منعرجها الحسن تفضل قبل ذلك هو أصلا داعش هو يتبنت هذا الإجرام باسم شخص آخر يسمى أبو يوسف البلجيكي نعم هي يعني صرحت قالت أن هذا متدبير الأخ أبو يوسف البلجيكي وهذا يعني وضع الأمن هنا في حالة اتراب شديد هل هذا الشخص هو أبو يوسف البلجيكي ثم هناك شخص آخر قد يقول أبو يوسف البلجيكي الآن إذا سمعتم الأخبار هذه قبل الظهر قبل الظهر أبو يوسف البلجيكي هذا ذهب بنفسه في بلجيكا إلى مركز الأمن نعم سلم نفسه وقال لهم أنه هو أصلا كان يعني كذلك يعني في لائحة المبحث عنهم له سوابق تتعلق بالأمن ثم ذهب بنفسه لقل لهم لست أن الذي فعلتم ما فعلتم في فرنسا نعم هو سلم نفسه الأمن وسلم نفسه إلى الأمن وهو الآن في إذن حتى داعش هذه كما قال ما الدليل للحج القاطعة بأن داعش تبنت لا دليل غير بيان منصوب إليها لا نعرف مدى الصحة من عدمها لا والدليل على أنها ليست له هو أبو موسى البلجيكي هذا أبو يوسف البلجيكي براءة الدب من دم يوسف إذن كل هذه تلخبط في العمليات حينما يصلون إلى باب مسدود في الانتخابات ويريدون بالضبط أن يركزوا على بعض الأمور يعني يمروها عبر هذا ربما والله أعلم يريدون أن يمرروا أمور كثيرة جدا في هذه الآونة وغطوا عليها بسواد هذه العملية نعم وما أبعد هذه العملية على الحملة الانتخابية الرئاسية هو بالنسبة للناس ذو المرآة والرزناء والذين يقرؤون المشهد السياسي الفرنسي لن تؤثر فيهم كما لم تؤثر اللواتي قبلها لأن الإنسان الآن مع كامل أسف هؤلاء السياسيون وربما من يلعب في الكواليس يعني يستهتر بعقول وبفطنة الفرنسيين وبدكائهم في هذا الأمر لذلك لا أظن أن تأثير هذا الفعل في القرار الذي سيتخذه المنتخبين لأن المنتخبين أصلا هو سختهم على الحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية التي أصبح تعيشها الفرنسا إذن السخت هنا وما زال برنامجه وما زال مطالب الشعب الفرنسي ملحة في هذا الجالب من تابعة الحال الهاجز الأمني يريدون أن يكون هو الورقة الرابحة لأحد من الأخرين لذلك تجد تصريحات الوزير الأول اليوم إن سمعتم تصريحات وزير اليوم أصبحت هي تصريحات انتخابية في حدداتها فهو يرد على الوزير الأول لفرنسوا أولوند فليون بأنه هم الذين كانوا السبب في ضآلة الأمن وهم الذين كانوا في عهدهم أزالوا ما زاد من 500 فرض من رجال الأمن هم الذين أوصلوا الأمن لها إذن حتى تصريحات الوزير الأول هي تصريحات انتخابية نعم وتنضم إلينا إذن مشاهدين الكرام السيدة مايسة عبداللطيف عضو حركة غربة أستاذة مايسة لعلك تابعت معنا أبعاد هذه العملية الإرهابية التي تمت في جادة الشونزيليزي بحسب رأيك يعني ما أبعاد هذه العملية خاصة على الجالية هنا يومين فقط قبل الموعد الأول للانتخابات الرئاسية الفرنسية أستاذة مايسة هل تسمعينني إذن انقطع الخط مع الأستاذة مايسة نفس السؤال نعود إليك أستاذ عبداللطيف عواد يعني يومان فقط قبل الموعد الأول للانتخابات الرئاسية هل ما تأثير هذه العملية على الجالية المسلمة هنا ليست الجالية هم المسلمون الفرنسيون هنا يبدوني أنه سيكون هناك تحويل اتجاه ليس تأثير مباشر لكن تأثير غير مباشر يعني أن قبل هذه العملية رأينا أن ميلانشان طالع كي يأخذ مكان فيون وهذا يعني شيء جديد بالنسبة للمجتمع الفرنسي التأثير الكبير سيكون في استقطاب من هو مع فيون كي يذهب إلى لوبان يعني الربح الوحيد في هذه العملية هي لوبان سوف تتحصل على 2 أو 3% لكن من فئة معينة الفئة التي كانت تنوي أن تنتخب هولاند فيون سمعني ثم هناك انزلاق إلى لوبان أكثر والخاص الذي يبدو لي في هذه الحكاية هو الصعود الذي حققه ميلانشان هل أنت متفق مع هذه الحراءة؟ صحيح لأن ميلانشان كيفما كان الحال هو يعني نظرته إلى حد ما يعني قد يكون هو البديل لما لأن الآن يئما أن يكون هناك يعني الشراكيين ولا أظن لأنه كيفما كان سيبقى إلى حد بعيد امتداد لليونوند والناس سائموا وفي اليون وأصلا يعني الرقم الثاني لساركوزي إذن فيبقى الآن هو ناس يطمحون إلى التغيير وخاصة يحمر برنامجا اجتماعيا اقتصاديا يعني يزاحم به الآخرين في ضرف وجيز قد انتقل من 18 إلى 20% فهذا إذن فالرأي لا بأس بها أنه ربما في اليون سيفقد وما يفقده سيذهب إلى اليمين المتطرف ولكن ربما قد يكون نعرف جميعا أستاذ أن اليوم الجمعاء هو آخر يوم في الحملة الانتخابية الفرنسية تنتهي عند متصف الليل وتنتهي ما حتى عملية صبر الأرى اليوم هناك موعيد مختلفة لهؤلاء المترشحين يعني فقط فعفوا يعني فرانسوا فيون وإيمانيا المكرون وميني اللوفان ثلاثتهم ألغوا هذه الاجتماعات بداعي طبعا الخوف وبداعي هذه العملية الإرهابية الوحيد الذي واصل عمله بشكل طبيعي هو جونليك ميلونشون ما قراءتك لهذا؟ لماذا؟ لأنه له برنامج هو يعلم أن هذه المفبركات وهذه الأوراق الضائعة لمن يريدون حقيقة أن يتوصل أن يصلوا إلى سجة الحكم بالاستهفار بعقول المنتخبين لذلك فهو ماض في برنامجه يعني هؤلاء الثلاثة الذين ألغوا اليوم اجتماعاتهم هل هو بعامل خوف أم فقط للاستثمار السياسي لهذه العملية؟ هذا الذي اتهمهم به وزير الوزير الأول أنهم قالوا صرحوا صباحا أصلا البارحة ثم صباح اليوم بتصريحات نارية وتصريحات ضد الإسلام وضد المسلمين وضد الجالية وضد يعني وأضافوا كما قلت حزما من الأمور التي سيعزمون على فعلها منذ الشهر الأول لإعتلائهم السلطة ولكن هذا لن يؤثر في نظري الله أعلم في المسير أستاذ عبد الجواد هل أنت متفق بأن الأمور قد تسير طبيعية وأنها لن تتأثر كثيرا خاصة لما نعلم أن هذه الانتخابات تقع في حالة استثنائية حيث أن قانون الطوارئ هو سائر المفعول منذ سنة 2015 وهي تقريبا لأول مرة تقع انتخابات رئاسية في فرنسا في ظل حالة قانون الطوارئ ثم في ظل هذه العمليات الارهابية المتتالية ألا يؤثر هذا على الناخب الفرنسي؟ بالطبع سيؤثر كما قلت منذ حين بالنسبة إلى اليمين اليمين المعتدل واليمين المتطرف لكن الذي ألفت انتباهي هو منذ 24 ساعة أن هناك من ينادي مثل جماعة فيون إلى إلغاء أو تأخير الانتخابات وهذه فكرة شيطانية لأنه ربح نقطة أو نقطتين منذ يومين بمساندة جيبي ومساندة ساركوزي وأصبح أخذ ثقة في نفسه واستغل هذه العملية لا للابتعاد عن الحملة الانتخابية فقط بل هناك لغة اليوم على تأخير هذه الانتخابات كي يربح الوقت ويأخذ أكثر ولكن حسب علمي أن الرئيس الفرنسي أقر بأن الانتخابات ستكون في موعدها العادي ويعني وفر كل الظروف الأمنية المناسبة حسب ما ذكر لتتم العملية في أحسن حد لا لكن هذه هو طريقة تشكيك للمجتمع من ترفيون وجماعة ويعني اليمين كي يعني يقول للناس انظروا أنا إنسان عادي لم أسرق ولم أفعل شيء والظروف هي لا تساعدني على أن أصبح رئيسا يعني يريدون المرور بقوة وهذه هي يعني عقلية اليمين الفرنسي هو المرور بقوة ولا فحسب رأيي لا تؤثر كثيرا كما قلت هي تؤثر بين في يعني ربح اليمين لنقطين أو ثلاثة حساب الأخرين بحسب يعني هذا المنطقة تقريبا هناك قربة 15 مليون متردد إلى حد الآن في الانتخابات لا يعرفون إلى من سيساوتون هؤلاء إذا قرروا التصويت ربما ينسفون المعادلة الحالية بالكمل حسب رأيك هذه العملية هل ستدفعهم إلى الذهاب إلى التصويت هل ستكون حافزا لهم حتى يصوتوا ربما خوفا أو ربما يعني لقراءات سياسية مختلفة قد سيكون ذلك قد يكون ذلك ولا ننسى أنه ذلك في أوصات المسلمين من ما زال يترددون سواء في موقف دعنا نتحدث يعني نتحدث على الفرنسيين بصفة العامة عموما 15 مليون متردد هذه العملية ألا تكون دافعا لهم حتى يذهبوا إلى صديق الاقتراع؟ قد يكون كذلك لماذا لأنهم هذا الأمن كذلك يعرفون أنهم يهددوا حياتهم وأصبحوا مقيدين بمثل هذه الأمور فقد يكون هناك يعني تصويت عقابي تصويت عقابي للاشتراكية وتصويت عقابي لليمين وهنا الآن يبقى يعني ما بين اليمين المتطرف والفروندوغوش قد يعني يكون هم لدينا سيلتقيان في الدور الثاني طيب نفس السؤال يعني أيضا والجارية أو المسلمون هنا عادة لا يعرفون بالالتزام خاصة بالتصويت ولا يذهبون إلى التصويت بشكل يعني ملتزم ألا تكون هذه العملية دافعا لهم حتى يذهبوا إلى التصويت وحتى يصوتوا الشخص الذي لا يضعهم دائما في موضع اتهام وربما من يكون الأقرب إلى مشاغلهم ومن ربما يدوافع عنهم حسب رأيك حسب رأيك يعني الخمستاشر المليون المتردين هم اليوم سوف ينتخبون سوف ينتخبون لماذا؟ لأنه في الخمستاشر المليون في رنسي هم عادة يعني ضعفاء الحال ضعفاء الحال الذين يعني هم في البطالة ومشاكل ذلك فسوف تكون لهم يعني هذا حافز على الانتخاب مع كل أسف منهم من سوف يذهب إلى لوبان ومنهم عدد كبير سوف يذهب إلى ميلانشان بالنسبة للشباب بعض الشباب العربي الإسلامي يبدو لي أن سيكون لهم هذا يزدع حافز يعني قوي على الاختيار لأنهم من لا ينتخب من الشباب العربي المسلم هم الذين يعني ليس لهم ثقة في أي من الأحداش يعني مترشح وجدوا أنفسهم يعني خارج اللعبة ما عدا مع ميلانشان ويبدو لأنهم يعني هناك تواثق على أنهم سيذهبون وينتخبون ميلانشان هذا هذا على حد علمي يعني ما يستطيعون أن يفعلون اليوم فهذه الإشكالية هي إشكالية الجمعيات والجمعيات الإسلامية العربية يعني هي التي لم تقم بدورها مع كل أسف ليس للوقت أن نتحدث على ذلك عن الدور الفعال التي تقم به الجمعيات الأخرى إن كانت من وصول إسبانية برتغالية أو غيره لكن هناك مهزلة كبيرة في الجمعيات المنظمية يعني هم عادة المسلمون هنا في الغالب الأعام ينتخبون دائما كردة فعل لمن ربما يتطاولوا عليهم أو لا يحترمهم أو كذا رأينا هذا مع ساركوزي ورأينا هذا مع إيمانيال فالس فهل ستكون هذه حافز ودافع لهم حتى يسوتوا للشخص الذي لا يتهمهم وشارة بأنهم وراء العملية الإرهابية دائما في فرنسا نعم ويبرأ ذمتهم وهم طبعا وهم طبعا أبرياء لا حسنت وهذا هو وهذا هو يعني هدف ميلانشون من أنه يواصل الحملة الانتخابية لأنه له فكرة لكن لا يبوح بها اليوم له ما كنا نتحدث عنها يعني من لوبيات داخل على الخط فهو يعرف أنه الخوف الخوف من الإرهاب ويعني إبطال يعني الحملة الانتخابية يعني هو مقصود فهو فعلى العكس وأنا أقول للشباب يعني أنتم لكم عقول انتخبوا لا أقولكم من فانتخبوا لكن لا تبقوا يعني في عزلة بالنسبة إلى المجتمع لأن الوقت خطير وخطير جدا طيب أستاذ حسن يعني اليوم بعد العملية ورأينا السياسيين الفرنسيين وخاصة يعني هؤلاء نقول الثلاثة الأوفر وحظا استثنينا إيمانيا عفوا جونليك منوشون فرأيناهم الجميع يزيد على الجميع خاصة بين فرنسوا فيون ومارين لوبان فلوبان طالبت بغلق الحدود وطالبت بإعادة دراسة وضعية المهاجرين هنا وطالبت حتى بمنع اللجوء السياسي هنا فرنسوا فيون يعني طالب بإعادة النظر في اتفاقيات الشنغان وما إلى ذلك يعني هذه المزايدات السياسية هل فقط لجلب أصوات اليمين أم هي عن قناعة راسخة لديهم من تباحة الحال هم الآن اليمين المتطرف واليمين نفس نفس الخطاب والخطاب المضاد لكسب الأصوات التي التي انحصلت فيما بينهم إشكال الآن هو حقيقة لو كان المسلمون أدكية والمغاربين عموما لو كانوا أدكية لاستغلوا هذا التشردم وقوّوا يعني الذي يقدرهم ويحترمهم كما كنت ويأتي من جانبهم إنهم الآن هذه مزايدات لكسب يعني المتردد فيما بين اليمين واليمين المتطرف فقط لأنه ما زال هناك ناس مترددين كما قلت يعني العواصف التي مرت مع فيون في الأخلاقية والسياسية فيون الآن يقدم نفسه على أنه الوحيد الذي ممكن أن ينقذ فرنسا من الخطر الإرهابي وما إلى ذلك وطالب اليوم كما ذكرت يعني بإعادة النظر في اتفاقية شانغان ووضع يعني مراقبة على حدود فرنسا وإلى ذلك لماذا لم يقوم بتطبيق هذا عندما كان رئيسا الوزراء لمدة خمس سنوات الرجل تقلد كل المناصب السياسية الآن لما هو يعني يرغب في الوصول إلى السلطة رأيناه يزايد من جديد فأنت يا رجل كنت في السلطة لماذا لم تتطبق هذا امتبعات الحالة ذلك رد عليه للوزير لأول كاسنوف اليوم فقال له بسببك تقلص عدد الرجال الأمر في فرنسا لما كنت في الحكومة فلا تزايد علينا اليوم هي مسألة كما قلت يمكن أن نسميه وأن يبوح بشيء لعله يلتقط هنا وهناك بعض الآراء المترددة ما بين اليمين واليمين المتطرف فقط ولكن ليس هناك برنامج قوي جدا وخاصة هو الفليون باعتبار يعني سوابقه الشخصية وسوابقه مع يعني ساخوزي في الحقيقة كان السؤال الكبير الذي يطرح كيف مر هذا الرجل رغم أنه يعني الجمهوريين جمهوريين أطاحه بمن أصلا أسس الجمهوريين أطاحه به ووضعه إذن فهو يبين أنه هو البديل أوفر حدا حتى من رئيس الجمهوريين فالأمر نعم أستاذ عبد جود يعني ماريلو كان اليوم أخرجت كل ما في جعبتها تجاه المهاجرين هنا وتجاه المسلمين وكما ذكرنا يعني حتى تجاه طالبي اللجوء السياسي هذا مما جعل رئيس الوزراء الحالي كازانوف يخرج عن تحفظه المعهود ويلقي كلمة ويعني اتجه فيها مباشرة لنقب آراء ماريلو بان وقال أنها تستغل الظروف وتستغل ألم الناس ودماء الفرنسيين وما إلى ذلك لمصالح شخصية ضيقة وذكرها يعني من قام من تلبي اللجوء بعملية إرهابية في فرنسا ومن قام من هؤلاء المهاجرين بعملية فالمسألة حالات من فرنسيين ولدوا وترعروا هنا وهي حالات معزولة فهل ما الذي جعله يعني يخرج عن تحفظه بهذه الطريقة هل هي شدت ربما تصريحات ماريلو بان التي تجاوزت فيها حتى حدود المنطق يعني لننسى أنه منذ يومين وطلع ميلانشو بالنسبة إلى ذلك فيبدو لي الوزير الأول يريد أن يبعد عن نفسه شبهة الضعف في مجابهة الإرهاب فهو رد يعني كسياسي وك لكن إذا تأملنا في الخطاب اليومي بعد هذه العملية لماريلو بان أنا البارح كنت أعد لها يعني في ثلاث جمل نتقت بالإرهاب الإسلامي خمسة مرات يعني تريد أن تدخل في عقل الذين ما زالوا يترددون أن هناك خطر أخطر منها هي ألا وهو ما تسميه الإرهاب الإسلامي هذه هي الدمغجة التي أراد أن يرد عليها يعني الوزير الأول وله يبدو لي فعل جيدا لماذا لأن لوبان أن في البرنامج امتاح كما قال الأخ ليس هناك شيء يعني جديد إلا غلق الحدود والخروج من أوروبا وإخراج كل من هو مسلم كل من هو مسلم هذا ليس ببرنامج وسيعزل في رنسا من الدولة التي ستقبل به طيب إلى أين سنرحله فالمسألة يعني ربما في بعض الأحيان غير قابل للتطبيق أصلا ومؤسستيا لا تستطيع نحن لا ننسى أن فالس ومن تبعه يعني أرادوا أن يحذفون يعني الجنسية الفرنسية من بعض الشباب فالمجلس الأعلى يعني أوقفهم فهي يعني تريد أن هي تتجه إلى الأغبياء من الفرنسيين الذين اللهم كما تحدثنا منذ قليل يعني الضغينة ضد كل من هو مسلم وضد الإسلام وهذه الثقافة فهذه نعم أستاذ أستاذ حسن يعني من المستفيد من هذه العملية على مستوى الأفراد يعني من بين المترشحين الأربع الأوفر وحظان وهل كانت ربما ضربة لصالح جونليك ميلونشون ويمانيال موكرون المعروفان بمواقفهم المعتدلة من المسلمين الفرنسيين أنا والله أعلم كنت سأرشح أحدا ممن سيستفيد من هذه إن كان سيربح أصوات حتى بدون ربح الانتخابات ولكن المستفيد الآن الحالي من هذه الضربة يعني الجميع يريدوا استثمارها سياسيا لصالحها من الأكثر ربما الذي ستفيده أكثر هذه العملية قد يكون أنا في ظني بين ميلونشون وأمون لأنهم من الخطاب وهم خطاب يعني معتدل بالنسبة للمسلمين فإذا أخذ المسلمون العزم على أن يدلوا بأصواتهم ضدا على هذه التصريحات التصريحات اليمين واليمين المتطرف فقد يكون أحدهما الرابح يعني المهم في هذه العملية لماذا؟ لأن حتى المسلمون اليوم بحكم أن هذه العملية جرت عليهم سبابا وشتام وانتقاص من اليمين واليمين المتطرف فربما هذا سيحفزهم إلى التصويت التأديبي لكي يؤدبوا من يتطول عليهم فلكي يؤدبوا من يتطول عليهم فربما والآن كما تعرف أن البرصونتاج هذا يعني النسبة المئوية متقاربة جدا يعني خمسة أصوات وعشر وعشرين قد تكون الحاسمة في الأمر فربما أنا أقول أنني رأيت في الختب الجمعة اليوم للإمة وكذا أنه الحت على التصويت لمن يراه المسلمون يعني قد يكون هو طيب هل توافقه الرأي باختصار لأن الوقت تقريبا باختصار أنا يبدو لأن مكرون لم تمس مصدقياته لماذا لأن بالنسبة إلى هذه الإشكالية إن سمعتموهم منذ يومين قال أنه اعتذر إلى من فهمه بالغالط عندما قال أن احتلال جزائر كان إجرام وهذا رجوع يعني خوفا من أن يعدث ذلك يعني هروب بعض الناس منه لكن الربح الوحيد هو يبدو لي بواحد في المئة أو اثنين هي مارين لوبان وفرنسو فيون ألا ترى هو ربح خاسر لا فيون لم يربح في ذلك ميلون شوخ خاسر يعني واحد اثنين في المئة لا ترى فيون يعني له فائدة في ذلك في هذه العملية ربما يقع أن يستمرها ليس له فائدة لأنه يريد أن يؤجل الانتخابات فهو يعني مضطرب طيب كيف تتوقع أن تتم الانتخابات يوم الأحد هل ستتم بطريقة عادية حسب رأيك في ذل حالة الخوف التي تنتبه المجتمع الفرنسي حاليا لا أعتقد أنها ستمر في حالة جد عادية أستاذ يبدو لي لكن لا نعرف كيف ستدور الأشياء لكن يبدو لي أن مكرو سوف يكون هو المترش وهل ستؤثر على وضعية الجالية مستقبلا لم تبحت الحال وضعية الجالية لن تؤثر عليها لأنه هي الأصل من الآن بدأت الجالية تستوعب نفسها فلن يؤثر عليها نفس السؤال أستاذ عبد الجواد هل ستؤثر على المسلمين هنا باختصار بالنسبة للانتخابات القادمة ستؤثر يعني بعد غد انتخابات يوم الأحد يوم الأحد ستؤثر إن لم يستفقوا يعني إن لم يستفقوا من نعاسهم من سباتهم العميق طيب إذن مشاهدين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أحداث واسطاء نشكر السيد حسن الهواري عضو المجلس الشرعي الإسلامي في فرنسا أستاذ أهلا وسهلا كما نشكر السيد عبد الجواد البسليمي أستاذ بجماعة باريس عشرة ورئيس المركز المتوسط للدراسات التنموية أستاذ عبد الجواد أهلا وسهلا شكرا لك شكرا لكم ومشاهدين الكرام وحسن المتبعات والاهتمام نلتقيكم في موعدة قادمة إلى اللقاء